السيد والعبد اللطيف يقول الآن يعني استقالة سيد عادل عبد المهدي ليست دستورية لأنه يجب أن تقدم إلى رئيس الجمهورية وأنت قبل قليل قلت أنه وزير مثل الوزراء لكنه هو يدير الجلسات وإلى الآن لم نستمع أن السيد رئيس الجمهورية وافق عن استقالة عبد المهدي أو لا نحن أمام مشكلة خطيرة جدا هذا الوضع قانونا من يفككه من يجب أن يتحمل مسؤوليته كيف نصل به إلى الخلاص أو نوام مع الدستور ومع القانون نعم هو بالحقيقة يجب أن نؤكد على السقوف الزمنية أنه إذا استقال فخلال 15 يوم يجب أن يصار إلى إيجاد البديل لا سيد وائل يقول إذا استقال مثل علاء العلوان ثاني يوم يروح لبيتهم ماكو حكومة تصريف أعمال مثل ما أنت توصف وزير نعم هو خلال 15 يوم ممكن أن يبقى تصريف أعمال لحين إيجاد البديل يؤدي اليمين الدستوري وينضي بهذا الاتجاه زيان أيضا يقول السيد عبداللطيف نعم يقول هو قدم استقالته كشخص وليس استقالته كحكومة حتى المشاهد يبقى بالصورة معذرة للمقاطعة نعم شلون يفهم الناس أحسنت هو أنا فقط خلي أوضح هذا سمحت لي أعطيك التصور الكامل شلو اللي رح يصير ايه احنا عدنا 15 يوم لابد أن يجري اختيار رئيس مجلس وزراء بديل طيب سيفشلوا للي يستطيعوا أن يحققوا توافقا ضمن الكتل البرلماني ضمن المنتظر السياسي للي يستطيعوا أن يجدوا البديل عدم وجود البديل سيعطي فرصة لرئيس الجمهورية أقصى حد شهر ماذا لو بعد الشهر لم يحصل توافق فمعنى ذلك أنه سينهار ستنهار الحكومة برمتها حتى البرلمان لأنه عجزة عن إيجاد البديل البعض يقول الشلسة والروح للمحكمة الاتحادية نستنطقها المحكمة الاتحادية لا تجيب إلا في النصوص تستنطقها على الشلو تستنطقها على الكتلة الأكبر تستنطقها كيفية اختيار رئيس وزراء بديل عندك دستور شي يقول لك يقول لك خلال 15 يوم اختاروا رئيس وجلس وزراء بديل ماكو فشل البرلمان والحكومة عن إيجاد البديل ايش راح يصير راح تروح للمحكمة الاتحادية تستنطقها تقول لك ما عندي نص حتى تفسر لك فيوقف المحكمة الاتحادية راح توقف عاجزة المنتظم السياسي عاجز إذا تحقق المستحيل التبه علي إذا تحقق المستحيل تحت قبة البرلمان وأوجده بديلا لعدل عبد المهدي سيطرح إن من للاستفتاء الشعبي لأن الآن مشروط رئيس وجلس الوزراء أن يكون مقبول جماهيريا لن يحظى بقبول جماهيري تدري ليش؟ لأن راح يصرون على أنه الذي يأتي سيأتي من داخل الحلقة المغلقة للمنتظم السياسي ليش؟ لأنه المنتظم السياسي متصالح فيما بينه على الفساد وعلى الإرهاب فلا يرغبوا في دخول مستقل لأن المستقل سيأتي حر وبالتالي نزولا عد رغبة الرأي العام عموما سيفتح ملفات الفساد والإرهاب لذلك لن يسمحوا بوافد إلى داخل الحلقة المغلقة والضيقة فيما بينهم